اشتركوا في القناة وإلى كومتين من الركام تحول الطابق العلوي من منزل العائلة بعد تفجيره مرتين متتاليتين تناثرت على إثرهما أحلام عائلة الأسير قبها تماما كما حجارة البيت وجدرانه التي تطايرت على بعد عشرات الأمطار من المنزل نتيجة شدة الانفجارات مخلفة أنه أيضا ضمارا في الطابق السفلي من المنزل والذي لم يعود صالحا للعيش فيه تسع أفراد يسكنون هذا المنزل أضحوا اليوم بلا مأوان بعد هدم مسكنه أتبرهم في العقد السابع وأصغرهم لم يبلغ السنة من عمره في وقت لا زال فيه الأسير محمد قبها وشقيقه وزوج ابنته معتقلين منذ ثلاثة أشهر ونيف حيث وجهت للأسير محمد تهمة كتل مستوطنة وعثر عليها مقتولة داخل أحراش أم الريحان القريبة من البلدة بعد هدمه منزل الأسير قبها يكشف الاحتلال مرة أخرى عن وجهه الكبيح عبر تنفيذه سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا من بلدة طورة أحمد نزل تفزون فلسطين جيني